السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جديد في قناة بيلا رانيا اليوم شاء الله سنقترح عليكم بسبوسة بسميدة والكوب كتجي هائلة والديدة ابقوا معي تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخير بشوفوا المقادر اللي سنحتاج في تحضير هذه البسبوسة و كذلك طريقة التحضير فرجة ممتعة المقادر اللي سنحتاج كالتالي سنحتاج جوج بيضات سنحتاج كأس ديل زيت كأس ديل حليب كأس ديل سكر سانيدة جوج كؤس ديل سميدة كأس ديل كوك و سنحتاج برتقالة القشور ديلها سنحتاج 8 جرام خميرة الحلوة سنحتاج الروح ديل برتقال و سنحتاج قبيصة ديل ملحة سنحتاج الروح سنحتاج جوج تعمل سنحتاج جوج بيضة لذكر سنحتاج جوج كأس ديل السكر سانيدا سنحتاج قبيصة ديل cappar غب طرابيه نحتاج جوج كأس ديل برتقالة سنحتاج قبيصة الروح سطرق نضيف كأس الحليب بارد نضيف كأس الزيت نضيف قشور الليمونة نضيف جميع الاريخ نضيف بارد نضيف كأس الزيت نضيف الوزة منطق المنزل نضيف سواء الدرس و نضيف مع سواء نخلط العناصر نضيف كأس الكوك و كؤس السميدة نضيف كفان نضيف كفان نضيف كفان نضيف كفان سوف نحصل على خالد كما كيبال لكم يعني المقادر مضبوطة سوف ناخد واحد المول اللي يلبسوا بالزبدة وبزميدة سوف نضع فيه خالد ديالي كما كيبال لكم سوف ناخد لوز ايفيلي اللي غادي نودعه من الفوق سوف نكمل وضع ديالي لوز ايفيلي من الفوق بهاد شكل هذا و مني غا نكمل غا ندخله الفران كيف ما قلت لكم على درجة حرارة 170 غادي نخليها تاخد الوقت لكافية ديالها يعني انا درت هاد المول شفه فغتبالي انها تحامرات من الفوق ومن التحت وغادي ندوزه باش نوجده السقوة اللي غادي نحتاجه لهاد البسبوسة كيف سوف ندفع لهم معلقة كبيرة ديال العسل سوف نحو ذاك البرتقالة اللي حكيتها اللي غيبقي عندي غادي نعصرها بحلكة وغادي نوضعها في ذاك الماء سوف يبهات الشكل هادا حتى نكمل البرتقالة اللي عندي غادي نوضع هاد الخالط فوق النار تكون النار مهيلة وغادي نخليها تسيرو حتى يشرب لي هاداك الليمون وينقص في الماء ما يبقاش المكان لقد هاد العبار هادا كما غايباليكم من بعد المهم غادي نسيب السيرو ديالي وغا رجع معكم مرور لكم شكل ديالو سوفي بعد ما وجد عندي السيرو ديالي كنصفيه من ذاك الليمون او البرتقال اللي وضعت فيه بهاد شكل هادا وغادي نحاول نعصر ذاك الليمونات او البرتقال باش يهبط عندي ذاك الماء كما كيباليكم كما غتشوفوا الماء غادي ولي اللون ديالو ذهبي سوفيك نحصل على السيرو ديالي بهاد شكل هادا دبا غادي ناخد باش نسقي ذاك البسبوسة ديالتي بهاد طريقة هادي بعد ما اخرج شاب الفرن وخليتها بردات غادي ندفع لها السيرو ديالها ونحده سخون بهاد شكل هادا حتى نسقيها كاملة وغا نخليها ترتاح حتى تشرب ذاك السيرو وديك الساعة غا نبريكم الشكل النهائي ديالها من الداخل ابقوا معايا اشتركوا في القناة متJason ليشوون أشتركوا في القناة شogen رعنΗ هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما خليتها شربات كيما كتبا لكم يعني ارات نفخات كتر من القبل لي كانت يلا طيبة يعني شربات تكسيرو غدا نقطع معكم الطرف بش شوفو كي كتجي متعددة من الداخل هذا هو الشكل ديالها كيما كتبا لكم كتجي لدي دا غيم الريحة جربوها وردو عليها كتجي ريحة هائلة وما داق ارواع نتمنى هذا الفيديو اللي قدمت معكم اليوم اعجبكم ما تنسوش الشيرك في القناة والضغط على الجرس بش يوصلكم دائما الجديد بالصحة والرحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته